قروج دفعة جديدة من المسلحين وبعض افراد عائلاتهم من حي الوعد في حمس تمهيدا لانهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي الجيش العربي السوري وسع سيطرته بريف حمال الشمالي ويعيد الاستقرار الى حلفية وقرى مجاورة مظاهرات من في اسطنبول ضد عردوغان والاثراك يحولون عيد السيادة الوطنية الى انتفاضة في وجه الحزب الحاكم نشرط الظاهرة اهلا بكم بدأ صباح اليوم خروج دفعة جديدة من المسلحين وبعض افراد عائلاتهم الرافضين الاتفاق المصالحة في حي الوعر باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقية تمهيدا لانهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي وعودة جميع مؤسسات الدولة اليها وذكر مراسل اخبارية في حمص انه في اطار تنفيذ اتفاق المصالحة في حي الوعر بدأ باشراف الهلال الاحمر العربي السوري وقوى الامن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية اخرجت دفعة السادسة من مسلحي حي الوعر وبعض عائلاتهم وفق البرنامج المحدد لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل اليه في الثالث عشر من الشهر الماضي وللمزيد حول خروج المسلحين من حي الوعر معنا مراسل اخبارية اسامة ديوب اسامة ضعنا في صورة عملية خروج المسلحين نعم اسامة نعم زمال اتحية لكم واتحية لمشاهدين عملية خروج المسلحين من حي الوعر مستمرة حتى الان هذه العملية واتبدأت منذ حوالي الساعة ثامنة صباحا لخروج دفعة السادسة من مسلحي حي الوعر مع بعض عائلاتهم من الرافضين لعمية المصالحة طبعا نتوقع اليوم خروج ما يقارب بين 400 الى 500 مسلحة من اصل الى 1500 شخص طبعا الوجهة ستكون هي مدينة جرابلسة في ريف حلب الشمالي الشرقي للوقوف اكثر على سير عملية خروج المسلحين اليوم معي الان الاستاذ طلال البرازي محافظ حمص نتحدث اكثر عن سير العملية استاذ صلال اليوم خروج الدفعة السادسة من مسلحي حي الوعر استكمالا تنفيذ من اتفاقها ماذا اليوم عن سير هذه العملية؟ نعم عملية اخلاء حي الوعر من السلاح والمسلحين مستمرة وفق بنود الاتفاق هذه كما تعلمون المرحلة الثالثة والاخيرة اليوم تخرج الدفعة السادسة من المسلحين في اطار هذه المرحلة من المتوقع ان ننهي عملية اخلاء حي الوعر من السلاح والمسلحين قبل 13 ايار كما هو متفق عليه اليوم وجهة المسلحين وعائلاتهم ستكون الى جرابلوس في الاسبوع القادم ستكون الى ادلب من المتوقع خروج حوالي 400 من المسلحين مع عائلاتهم قد يصل اجمالي العدد الى حوالي 1600 او 1700 لا يوجد اي عقبات الشرطة المدنية والهلال الاحمر العربي السوري يشرف على مسرح عمليات الاخلاء الشرطة العسكرية الروسية متواجدة من اجل ضمان الترفيق الى مواقع الوصول العملية تتم بشكل ميسر دوار المهندسين ما زال مفتوح منذ اكثر من شهر لعودة المهجرين الى حي الوعر من اهالي حي الوعر وهم يعودون يوميا بحدود 200 الى 300 شخص لا شك ان الاسابيع القليلة القادمة ستشهد عودة للحياة الطبيعية في حي الوعر وبالفعل قد بدأت في الاسابيع الماضية وعاد بعض الموظفين الى الدوام داخل حي الوعر وايضا استأنفى الموظفون والطلاب دخولهم وخروجهم الى حي الوعر منذ اكثر من شهر استاذ صلال اين وصلت عملية تحضير الامام بعد خروجه مسلحي من حي الوعر بدأت ورشات العمل وخصوصا ورشات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بتدقيق والكشف على الاعطال الموجودة ولكن في اطار محيط حي الوعر والمداخل الرئيسية لن تتم عملية تأهيل الشبكات بشكل كامل واستكماله الا بعد خروج الدفعة الاخيرة من المسلحين والمتوقع ان يكون خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع شكرا سيد صلى اللهر نعم زملائي حتى الان عملية خروج المسلحين مستمرة من حي الوعر نلاحظ هذه احد الدفعات التي ستخرج بعد قليل وستنتقل الى الحافلة ستتقلهم باتجاه منطقة تادف برفقة عناصر قوى الام الداخلي وعناصر اشطاء العسكرية الروسية طبعا عملية خروج المسلحين مستمرة حتى الان كما ذكرنا خلال الاسابيع الماضية كان قد خرج خمس دفعات هذه دفعات كان اربعة منها باتجاه مدينة جيرابلوس ودفعة باتجاه مدينة ادلب كما ذكر محافظة حمص قبل قليل سيكون هناك دفعة باتجاه مدينة ريف ادلب الشمالي طبعا مع استكمال خروج المسلحين من حي الوعر ستتعلن مدينة حمص آمنة وخالية من السلاح المسلحين كما ذكرنا محافظة حمص تحضر حاليا لعملية اخلاء هذا الحي من المسلحين وعودة الحياة الطبيعية للحي مع بدأ العملية في مدينة حمص هذه العملية تبدأت حوالي من متصف شهر دار الماضي حالة تفاؤل كانت لابناء مدينة حمص لخروج المسلحين من هذه المدينة وعلانا هذه المدينة آمنة خالية من السلاح المسلحين طبعا زملاء نحن مستمرون في تغطية عملية خروج دفعة سادسة من المسلحين حي الوعر سنوفيكم برسائل جديدة حول سير هذه العملية عودة إليكم في الاستوديو شكرا لك أسامة ديوب مراسل الإخبارية في حمص وسعت وحدات من الجيش العربي السوري بتعاون مع القوات الرديف في طاقة السيطرة في ريف حمص شمالي وأعدت الأمن والاستقرار إلى بلدة حلفايا وعدد من القرى المجاورة لها وحدات الجيش العربي السوري تحكم سيطرتها على مدينة حلفايا نحن الآن بجانب القوس الرئيسي أو مدخل مدينة حلفايا من الجهة الغربية حيث أن الجيش العربي السوري دخل إلى هذه المدينة من عدة محاور من الجهة الجنوبية من جهة طبطيش وأيضا من الجهة الشمالية منتجاه الأراضي الزراعية وأيضا من الجهة الشرقية كما نوانا سابقا من جهة جسر حلفايا بعد أن سيطر على تلت الناصرية وعدد من التلال الاستراتيجية غربي طيبة الإمام ومن ثم تقدم باتجاه مدينة حلفايا وحدات الجيش العربي السوري تقوم بتأمين المدينة تفكيك الألغام وكذلك نلاحظ حجم الخراب الذي خلفته وراءها هذه العصابات الإرهابية المسلحة سنقوم بجولة في المدينة والاطلاع على حجم الدمار الذي خلفته وراءها هذه الجماعات الإرهابية المسلحة اشتركوا في القناة وصلت إلى محافظة اللاذقية عدة حافلات تحمل 600 مواطن من أهل الفوعة وكفريا إلى اللاذقية في إطار تنفيذ اتفاق البلدات الأربع وصل إلى محافظة اللاذقية 600 مواطن من أهل الفوعة وكفريا وكان في استقبالهم محافظ اللاذقية اللواء إبراهيم خضر السالم قامت المحافظة بجميع مكوناتها باتخاذ الإجراءات اللازمية لإستقبال أهلنا أفضل استقبال تقديرا لبطولاتهم وتكريما لهم وكأنهم انتقلوا من منزل إلى منزل لذلك تم التأمين كل متطلباتهم اليومية محافظة اللاذقية أكد أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات لازمة لاستقبال أهالي البلدتين أفضل استقبال تقديرا لبطولاتهم وتم تأمين كامل متطلباتهم اليومية من سكن ومأوى إضافة لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لتأمين كل ما يحتاجه أبناؤهم وتعتبر هذه الدفعة هي الثانية التي تصل إلى اللاذقية من أهالي البلدتين بعد حصار دام لأكثر من عامين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يؤكد خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين ومجلس إدارة خزانة التقاعد أن نقابة المهندسين تشكل ذراعا مهما في عمليات التنمية وتتحمل مسؤوليات كبيرة التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين ومجلس إدارة خزانة التقاعد بحضور وزير النقل المهندس علي حمود ومعاونة الأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء المهندسة لينا رسلانة رئيس مجلس الوزراء بينا أن نقابة المهندسين تشكل ذراعا مهمة في عملية التنمية ما يحملها مسؤوليات جسام خلال الفترة القادمة مضحا أهمية أن يكون للنقابة دور أساسي كما كل النقابات والاتحادات والمنظمات بالتنمية البشرية وبناء الوعي الفكري وإعداد منابر أعلامية للتصدي لتداعيات الحرب الأرهابية على سوريا في جميع المجالات ولفت المهندس خميس إلى أهمية الدورة التي يطارع به المهندسون في مرحلة إعادة الأعمار وخاصة أن النقابة استمرت بالعمل خلال السنوات الماضية وكان لها دور مميز ومبادرات نوعية وبين خميس أن انعقاد المؤتمر السنوي للنقابة دليل على النصر الذي حققته سوريا حيث كان لمختلف الاتحادات والنقابات دور مضيء في هذا الجانب بدوره أعرب المهندس غياس قطيني نقيب المهندسين عن تقديره لخطط الحكومة في تعيين المهندسين من عكس إيجابا عليهم ورفع معنوياتهم مشيرا إلى أن النقابة جاهزة للدور المنطبها في مرحلة إعادة الأعمار وتركزت الطروحات خلال الاجتماع حول عدد القضايا المتعلقة بعمل النقابة والمهندسين حيث اقترح الأعضاء إلغاء شهادات الاختصاصات الضيقة أو النوعية والنظر بتعيين المهندسين الذين يقل معدل تخرجهم عن 60% وتخصيص قطعة أرضا للنقابة في البلديات لإنشاء الشعب الهندسية تابعة لهم في المحافظات وفي معرض رده على الطروحات توجه المهندس خميس بدراسة موضوع الاختصاصات الهندسية موضحا أنه تم البدء بإلغاء بعض الاختصاصات التي لا تحتاجها سوق العمل وفيما يخص موضوع المخالفات لفت المهندس خميس إلى ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة ووضع توصيات تتعلق بدور النقابة في معالجة واقع المخالفات في الظاهرة بعد الفاصل الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يوصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التواني اشتركوا في القناة كل سوا بيمشي على دروب النصر أهلا بكم من جديد اعتصم عدد من ذوي الأسرى والمعتقلين أمام سجن الجلبوع في فلسطين دعما للأسرى السوريين والفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ورسلنا عماد مرعي وتفاصيله خلف هذه الجدران يقبع أسر عهد الوطن على النضال ليبقى شامخا حتى التحرير هنا يرسم أبطال جدارية الحرية بدمائهم وصبرهم وأمعائهم الخاوية أكثر من مئتي أسير بينهم منديلا سوريا صدق المقت يمتنعون عن الطعام لليوم السابع على التوالي حيث انضموا لعموم الأسرى المضربين عن الطعام حتى تحقيق أبسط حقوقهم للعيش الكريم جايين هون إحنا تأييد لأسرانا اللي هم مضربين عن الطعام حتى أنه يرجعوا لهم الأشياء الإنسانية اللي أسلبوها منهم سلطات السجون تجرد الأسير من كل ما يملك إلا قضية الإرادة والعقيدة لا تستطيع أن تجرده منه فهذا هو سلاحه الذي يفعله من لا شيء يخلق أدوات نضال من العدم يخلق أسليب مواجهة أرقاها هو الإضراب المفتوح عن الطعام ذوي الأسرى والمعتقلين أكدوا خلال مشاركتهم في الاعتصام الذي نظم أمام سجن الجلبوع على أهمية الحراك الشعبي للتخفيف عن كاهل الأسرى عبقى ألام الجوع أسرانا في خطر الأيام بتمر بسرعة وحالتهم الصحية بتتدهور فمطلوب من جميع الدول العربية مش بس الشعب الفلسطيني الالتفاف والوقوف بجانبهم لحتى تحقيق مطالبهم إن شاء الله وبوجه كلمة للعبير يخربوا ويعبثوا بوطننا سوريا وبقلهم أنه هاي ساحات النضال وهاي ساحات الصمود وهاي المقاومة هون بفلسطين ضد العدو الصهيوني الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال خاضت عبر تاريخها ثلاثة وعشرين أضرابا عن الطعام متحدين عن جهية مصلحة السجون ومواجهين سكون الليل بأنينهم ويجوعوا بصبرهم حتى تحقيق مطالبهم لا يقتصر نجاح معركة الأمعاء الخاوية على صمود الأسرة وحسب بل يحتاج إلى حراك شعبي ودولي للإسراع بانتصارهم على جلادهم من أمام سجن الجلبوع للإخبارية السورية عماد المرعي فلسطين المحتلة نبقى في فلسطين المحتلة حيث وصل الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي رغم كافة الإجراءات الانتقامية التي اتخذت سلطات الاحتلال الصهيوني لكسر إضراب الكرامة ومضاعفة وطيرة التنكيل والقمع يوصل الأسرى الفلسطينيون إضرابهم خلف القطبان الصهيونية لحين الاستجابة لكافة مطالبهم الفعليات الشعبية في مختلف مناطق فلسطين المحتلة تضامنت مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي كما نظم الفلسطينيون مسيرات وخيمات اعتصام في رمالة والقدس وبيت لحم وجنين وسلفيت وغزة مؤسسة الأسير الفلسطيني هي الأخرى حذرت من محاولة حكومة الاحتلال تسيس إضراب الأسرى في المعتقلات وتجريده من أهدافه الإنسانية مؤكدة أن الإضراب الجماعي يشل حركة إدارة المعتقلات محملة إدارة سجون الاحتلال المسهولية التامة عن حياة الأسرى سلطات الاحتلال وخلال الأيام الماضية عمدت إلى عزق قادة الإضراب ووضعهم في زنازين انفرادية بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من التنقلات على مستوى الأقسام والسجون المشاركة في معركة الحرية والكرمة على الخط نفس قوات الاحتلال السيوني اعتقلت 12 فلسطينيا عقب حملة دهم واختحام لمنازل المواطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين على خلفية اتهامهم بممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين الصهاينة أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الخيار الوحيد للشعب اليمني هو المقاومة والتصدي للعدوان الذي تقوده الولايات المتحدة والنظام السعودي ضد اليمن وقال الحوثي في كلمة متألفزة نحن معنيون بحكم المسؤولية أمام الله وأنفسنا وأجيالنا اللاحقة وأمام الشعب في اللحظة الراهنة بالتصدي للعدوان الذي تشرف عليه أمريكا والتحرك بكل جدا في مواجهته داعيا إلى ضرورة التلحم والاصطفاء في مواجهة الخطر الحوثي أضاف مما لا شك فيه أن الهجم الأمريكي الإسرائيلية في كل اتجاهاتها تشكل خطورة كبيرة علينا والشيء الطبيعي الفطري هو أن لا نقبل باحتلال بلداننا وأن نتحول إلى أمة مستباحة يقتل منها مئات الآلاف تظاهر مواطنون أتراك مجددا في اسطنبول احتجاجا على نتيجة الاستفتاء الذي نظمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على التعديلات الدستورية لإحكام سيطرته على البلاد مؤكدين أنه خضع لعمليات تزوير وذكرت بكالة صحافة فرنسية أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة تقسيم في الشطر الأوروبي لإسطنبول رفعين لفتات كتب عليها إلا لم تنتهي بعد بل بدأت للتو بينما رفع البعض لفتة أكبر كتب عليها ألغوا الاستفتاء الأتراك يحاولون عيد السيادة الوطنية إلى انتفاضة في وجه رأس النظام وحكومة حزب العدالة والتنمية ويتهمونها بالعمالة للغرب والتزوير في نتائج الاستفتاء الذي سيعزز صلاحيات رأس النظام ويجعله ديكتاتورا بالقانون لا يفوت المواطنون الأتراك أي فرصة أو عيد وطني إلا ويحاولونه إلى مظاهرات واعتصامات غاضبة عيد السيادة الوطنية تحول إلى انتفاضة في وجه رأس النظام وحكومة حزب العدالة والتنمية الإخوانية التي اتهموها بأنها عميلة للغرب ولا تحقق تطلعاتهم متهمينها بالتزوير والتلاعب بنتائج الاستفتاء التي سيعزز صلاحيات رأس النظام ويجعله ديكتاتورا بالقانون حكومة العدالة والتنمية تعمل على انتهاك السيادة التركية منذ وصولها إلى الحكم عبر ممارساتها لسياسات للا تخدم تركيا والشعب التركي لن نقبل باستمرار هذا الوضع لهذا نحن هنا للتظاهر والتنديد بسياسات هذه الحكومة في النهاية الشعب سوف ينتصر الشعب السوري حارب بشرصة ضد القوى الإمبريالية جنبا إلى جنب مع دولته مع الأسف الحكومة التركية بدلا من أن تكون إلى جانب الشعب السوري وقفت إلى جانب القوى الإمبريالية ضد سوريا ودعمت الجماعات الإرهابية المسلحة هناك ولكن صمود الشعب والدولة السورية سيجبر حكومة العدالة والتنمية وكل من عاد سوريا على التراجع لم تنعدم أسباب تظاهر الأتراك وتنديدهم واستنكارهم سياسات الحكومة الداخلية التي تبتش بجميع من يعارضها في ظل حكم الطوارئ بل هم يعتبرون أن السياسة الخارجية للحكومة هي السبب الأبرز في خلق حالة عدم الاستقرار التي تعصف بحياة المواطن التركي فحكومة العدالة والتنمية دعمت ومولت الإرهاب في دول جوار تركيا وخاصة توريا مع الأسف ما زال من صرح بأنه الرئيس المشترك لمشروع الشرق الأوسط الكبير في الحكم هذه الحكومة تعمل مع أمريكا ضد دول جوار تركيا وضد وحدة تركيا أيضا فالحديث عن سيادة تركيا أمر صعب لأن حكومة العدالة والتنمية رهنت تركيا للغرب الأتراك عبروا عن أسفهم وحزنهم الشديد لما تقوم به حكومتهم في سوريا عبر تأجيجها للأزمة ودعمها للإرهاب العالمي مطالبين الحكومة بالكف فورا عن نهجها العدائي ضد الشعب والدولة السورية مؤكدين أن الشعب السوري والتركي واحد يؤكد الأتراك أن اجتماعهم في يوم السيادة الوطنية ما هو إلا تذكير لأردغان وحكومتهم بدرورة احترام إرادة الشعب التركي ولرفض السياسات الخاطئة والكارثية التي انتهجوها في الداخل والخارج صالحة بفتاح الإخبارية السورية أنقرة بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف مع نظره الصيني وانجي في العاصمة اليونانية أثناء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وذكرت وكالة أرنال إيرانية أن لقاء ضريف مع وانج أجاء على هامش اجتماع رابطة الحضارات العشر العريقة في العالم المنعقد حاليا في أثناء وكان اجتماع رابطة الحضارات العشر العريقة بدأ أعماله في أثناء ويستمر لمدة يومين بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول منها إيران والصين والهند وإيطاليا ومصر تعيش شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر بسبب التهديدات الأمريكية المتواصلة على كوريا الديمقراطية ورئيس صيني شي جينج بينج يدعو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى ضبط النفس حيال كوريا الديمقراطية توتر وتصعيد وتهديد لعلها الحالة التي تسيطر على مشهد العلاقات بين أمريكا وكوريا الديمقراطية مع استمرار واشنطن بتهديداتها بموازاة إجرائها لمناورات استفزازية مشتركة مع كوريا الجنوبية اليابان ترسل سفينتين للمشاركة في تدريبات أمريكية قبلة السواحل الكورية الأمر الذي اعتبرته بيونج يانج تهديدا لأمنها القومية فما كان منها إلا الرد بإصرارها على المضي بامتلاك قوة الردع النووية والصاروخية المطلوبة وهو ما يثبت أن التحركات الأمريكية المتهورة لغزو جمهورية كوريا الديمقراطية وصلت إلى مرحلة خطيرة الرئيس الصيني شي جين بينج دعا خلال اتصال هاتفي مع نظره الأمريكي دوناد ترامب إلى ضبط النفس حيال كوريا ديمقراطية قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية أن الصين تأمل أن يبدي جميع الأطراف ضبطا للنفس ويمتنع عن أي تحرك من شأنه تصعيد التوتر في شبه الجزيرة يذكر أن صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية رودونج سينمون نشرت مؤكدة أن قوتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بطاقة نووية بضربة واحدة معتبرة أن ذلك سيعطي مثالا عمليا على إظهار قوة جيش كوريا الشمالية أفاد التلفزيون الفرنسي الرسمي بأن مرشح الوسط إمانويل ماكرون ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان حصل على نتائج تؤهلهما لخوض الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية علي معلاو هذا التقرير من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية انتزع مرشح الوسط إمانويل ماكرون ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان بطاقتين تأهل الجولة الثانية للانتخابات بعد أن تمكن من حظ أصوات تخولهما الدخول في هذه الجولة لوبانت قدمت على منافسها الوسطي ماكرون بعد فرز 28 مليون من الأصوات حيث حصلت على 23.6% من الأصوات في حين حصل ماكرون على 22.8% المرشح عن الحزب الاشتراكي بونو هامون أقر بالهزيمة وطلب من الفرنسيين التصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية كما قر مرشح اليمين فرانسوا فيون بهزيمته داعيا أيضا إلى تصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية المرشحان الذين انتقلوا إلى الجولة الثانية التي ستقام في السابع من الشهر القادم أعلن كل منهما بطريقته عن خططه الانتخابية حيث أشار ماكرون إلى نيته إنشاء تلاف واسع في الانتخابات البرلمانية القادمة بينما لفتت لوبان إلى أن الوقت قد حان لتحرير الشعب الفرنسي من النخبة السياسية الحالية رئيس الوزراء الحالي برنار كازانوف ووزير خارجية هجان مارك إيرلوت بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق مانويل فالس دعوا الشعب الفرنسي للتصويت لماكرون ما يدل بحسب مراقبين على تأييد واسع يحظى به ماكرون يخوله الوصول إلى سدة الحكم الفرنسي بعد استكمال عملية الانتخابات بشكل كامل نعم مشاهدين ننتخل الآن إلى مكتبة الأسد في مؤتمر الوطني الأول الذي أقامته وزارة الأعلام ونطابع كلمة وزير الأوقاف من خلال وسائل الأعلام وأنا سأبدأ الحقيقة من جانب يختلف تماما عن ما يتوقع البعض بأن هناك دائما كلام يتعلق بالإعلام والإعلام والإعلام مقصر والإعلام الحقيقة غير ذلك أبدا على الإطلاق أنا أتحدث بشكل دقيق الإعلام هو نتاج المجتمع يعني شو علاقة الإعلامين ووزارة الإعلام إذا كان فيه خلال بالخطاب الديني ما هو الشيخ العميجي أو الشخص العميجي يكون كلامه فيه بعض الزلل أو بعض الإشكالات التي تؤدي إلى الغضب من الوسائل الإعلام وهكذا ينسحب أنا لن أتحدث إلا بالجانب الذي أخص الدين فقط يعني بقية الجوانب ينسحب على كل الجوانب الأخرى نحمل الإعلام كل أخطاء بقية المؤسسات مع الأسف وهذا الكلام يعني غير دقيق الإعلام يقوم بواجبة نعم يجب أن يتطور نعم يجب أن يتطور كما نحن الآن كل الناس طالب بتطوير الخطاب الديني طورنا الخطاب الديني هل نقف عند هذا التطوير كل يوم نحن نحتاج إلى تطوير كل يوم يجب أن يتقدم العمل الإعلامي والديني لكن الارتباط كما تفضل الأستاذ نضال الارتباط بين البعد الديني والإعلام هو ارتباط لا يمكن فصل عراح على الأطلاق بسبب بأن الدين بالنسبة للمجتمع السوري وبقية المجتمعات الشرق حتى المجتمعات الغربية الدين هو مكون أساسي للقيم في المجتمعات فلا نستطيع أبدا أن نخاطب المواطن إلا من خلال القيم أنا لا أقول من خلال دين معين الدين المسيحي أو الدين الإسلامي أو المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني لكن المشكلة بأن الخلط الذي جرى نتيجة سنوات طويلة من الجهل ومن غياب الوعي الديني الحقيقي والإصلاح الديني في العالم العربي وفي العالم الإسلامي ونحن كل ما يجري من تطرف ومن تكفير في أي بقعة في العالم فإن العرب مسؤولون مسؤولية مباشرة لأننا نحن حملت الرسالة والرسالة جاءت بلغة العربية فكل فهم سقيم وكل فهم تكفيري وكل فهم خاطئ نحن لازم نتحمل المسؤولية نتحمل عن ذلك كان لدي الآن وكنت أتحدث وفد من الشيشان وكنت أتحدث معهم أنا أرى هم لا يعرفون العربية وهم لا يعرفون لأنما يحفظون القرآن التلقين التلقين نحن ذهبنا بكل مشاكلنا المذهبية وبكل مشاكلنا التخلفية التي كانت وبكل الحروب التي جرت عبر الزمن ونحن كل الحروب التي جرت كان لليهود لصهاينا أصابع بها بتخريب العقل والفكر الديني وغيره كل هذا نقلناه إلى كل الدول فكما يقولون لي الوهابية موجودة في كل المساجد هناك الحزب التحرير الإسلامي موجود الأخوان موجودة المذهب الفلاني موجود وهو ضد المذهب الفلاني وهكذا فإذا نعود إلى الأساس الأساس بأن الدين لا يمكن أن تخاطب الناس خصوصا أنت لا تريد من الإعلام أن يخاطب الناس بالتعليم الديني وإنما بالنتاج التعليم الديني ما هو النتاج؟ المحصلة، الأخلاق، القيم في المجتمع ما الذي يريده المواطن؟ إن كان متدين أو غير متدين يريد أن لا يسرق، يريد أن لا يجذب عليه، يريد أن يعيش بكرامته، يريد أن يكون حرا باختياره، يريد أن يكون بأي عقيدة هو يشاء هذا ما يريده المواطن، يريد العدل، يريد الكرامة، يريد الإحسان، يريد حق الجوار، يريد حق الأم والأب يريد كل هذه الأمور هي التي يجب أن تكون محور الخطاب الديني في أي مكان وخصوصا على وسائل الإعلام لذلك التطوير الخطاب الديني هو مسؤولية وزارة الأوقاف وليس وزارة الأوقاف طبعا تحديدا ولكن هي مسؤولية كل العلماء لأن وزارة الأوقاف ليست هي وزارة كوزارة الإعلام تماما نفسها، هل وزارة الإعلام تستطيع أن تعطي أمر لكل إعلامي؟ افعل كذا ولا تفعل كذا وقل كذا ولا تقول كذا لكن تعطي مبادئ عامة وقيم عامة وضوابط عامة من الممكن أن تحدد لكن أنت لم لست موجودا مع كل إعلامي وكل صحفي وكل محلق وكل محلل وكل وهكذا يجري أصلا في الوسط الديني فإذن نحن نحتاج دائما البعد الديني موجود في الإعلام وأنا كنت أقول قبل أن ندخل بأنه لو نحن افترضنا غيبنا البعد الديني عن إعلامنا السوري لو أننا غيبنا يعني أخي كل شيء ديني مبنية المشيخ ما تحطوه والعلماء ما تحطوه والكنائس أيضا لأنه كلما تتحدث عن شيء ديني ستتحدث بالمجمل لا تستطيع أن تقطع جزء وتتحدث عنه ستتحدث بالمجمل عن كل الأديان وعن كل المزاهب سوية إذا البعد الديني أبعدناه وقلنا لا نريد أي شيء ديني على شاشات الإعلام هل نحن عالجنا شيء من المشكلة؟ المشكلة التي تعاني منها البلاد ويعاني منها المنطقة بأكملها هي مشكلة ركبت على أساس ديني صنع إسلاما ممسوخا من قبل الأعداء ونحن المسؤولون عن أنهم قتلونا بأيدينا يعني نحن لو أننا كنا قد وضحنا منذ أكثر من خمسمائة عام أنا لا أتحدث عن فترة زمنية وكل الدول وضحت مقاصد الشريعة الإسلامية أن لا يكون هناك فرق ما بين المقاصد وما بين الشعائر أن لا يكون هناك تلقين بل تحليل مع التلقين أن نبين ما هي مقاصد التشريع الإسلامي المواطن يحتاج إلى مقاصد التشريع الإسلامي أما من يريد أن يتعلم تفاصيل أحكام الطهارة والوضوء والصلاة والأحكام الفقية هي ليست أن هناك قناة مخصصة يمكن أن تكون لدروس الدينية ولماذا أن نجعلها على قناة كقناة نور الشام؟ لأن هناك آلاف الأقل نتابع جزء من كلمة وزير الأوقاف في المؤتمر الوطني الأول الذي كان يحمل عنوان حق المواطن في الإعلام وصلنا لختام النشرة تذكير بعناوينها قروج ضفعة جديدة من المسلحين وبعض أفراد عائلتهم من حي الوعر في حمسة تمهيداً لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي الجيش العربي السوري وسع سيطرته بريف حمس شمالي ويعيد الاستقرار إلى حلفايا وقرى مجاورة مظاهرات في اسطنبول ضد أردوغان والأتراك يحاولون عيد السيادة للوطنية إلى انتفاضة في وجه الحزب الحاكم نتقي في نشرة الوحيدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة